يبدو أن فقرة بروباجندا في هذه الحلقة مليئة بالحيوانات لسبب غير معروف ولذلك سأعكر مزاج معد البرنامج بالعودة مرة ثانية إلى كتاب الحيوان وقصة جاء فيها أنشد أبو الحسن بن خالويه لبعض الشعراء يعرض عنه جاره وشقيقه وينبش عنه كلبه وهو ضاربه قيل ذلك لأن رجلا خرج إلى منطقة الجبان وهي خارج مدينة النجف في العراق ينتظر ركابه فأتبعه كلب كان له فضرب الكلب وطرده وكره أن يتبعه ورماه بحجر فأبى الكلب إلا أن يذهب معه فلما صار إلى الموضع الذي يريد فيه الانتظار ربض الكلب قريبا منه فبينه هو كذلك إذ أتاه أعداء له يطلبونه بطائلة لهم عنده وكان معه جار له وأخوه فأسلماه وهربا عنه فجرح جراحات ورمي به في بئر غير بعيدة القعر ثم حثوا عليه التراب حتى غطى رأسه ثم كمم فوق رأسه منه والكلب في ذلك يسجر ويهر فلما انصرفوا أتى رأس البئر فما زال يعوي وينبث عنه ويحث التراب بيديه ويكشف عن رأسه حتى أظهر رأسه فتنفس وردت إليه الروح وقد كاد يموت ولم يبق منه إلا حشاشة فبينها هو كذلك إذ مر ناس فأنكروا مكان الكلب ورأوه كأنه يحفر عن قبر فنظروا فإذا هم بالرجل في تلك الحال فاستشالوه فأخرجوه حيا وحملوه حتى أدوه إلى أهله فزعم أن ذلك الموضع يدعى ببئر الكلب وهو متيامن عن النجف وهذا العمل يدل على وفاء طبيعي وإلف غريزي ومحامات شديدة وعلى معرفة وصبر وعلى كرم وشكر وعلى غناء عجيب ومنفعة تفوق المنافع أن ذلك كله كان من غير تكلف ولا تصنع قصة الكلب الوفي لا شيء مقارنة بمنشور مرفق بهذه الصورة يقول كتبت الممرضة التي التقطت هذه الصورة لقد مرت 23 يوما منذ وصول هذا المريض إلى المستشفى ولم يأتي أحد من عائلته لرؤيته في تلك الأيام الثلاثة وعشرين لكن هذه الحمامة تأتي كل يومين وتجلس على سريره تبقى لفترة ما تطير بعيدا اكتشفنا لاحقا أن هذا المريض كان يجلس على مقعد في حديقة بالقرب من المستشفى يوميا ويطعم الحمام وهذا يدل على أن الحيوانات لديها قلوب تحن وترأف أكثر من بعض البشر سبحان الله الصدمة هي أن الصورة صحيحة وليست مفبركة ولم يتم تلاعب بها لكن كل ما ورد في المنشور محض كذب واختلاق بالفعل سبحان الله موقع مسبار حقق في القصة ونشر مقالا تحت عنوان هذه الصورة لم تلتقطها ممرضة والحمامة ليست زائرته الوحيدة وتواصل الموقع مع صاحب الصورة آيانيس بروتانسيوس عبر منصة فليكر والذي أوضح أنه التقط هذه الصورة بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر تشرين الأول عام 2013 في مستشفى الصليب الأحمر باليونان بينما كان يجلس بجانب والده المريض في قسم أمراض القلب وفي لحظة انتبه إلى وجود حمامة تقف على المريض المجاور لوالده والذي لا يعرف هويته فبادر بالتقاط الصورة بكاميرا هاتفه الذكي وهنا لا بد من الاستشهاد بالشاعر البهنسي كفا يهبد رحمكم الله